السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل أن نبدأ موضوعنا أريد أشوفكم تابعين ويايا لو لا تلاحظ ما حديك في التعليق I actually want to connect related to our topic or any question Also I can make a separate video to talk about everything related to pharmacy if you want أريد أعرف مشاكلكم مقترحاتكم Are you like this video? This way of lecturing? لتترددون and write your comment Okay, today we're going to talk about calculation of pH بداية نعرف شنور PBE proton balance equation As a definition is the sum of the concentration مجموع المكونات or species that's formed from proton consumption اللي تنتج من أخذ proton is equated يساوي the sum of the concentration of species اللي متكون من release of the proton example when HCl is added to water it dissociated completely into hydronium and chlorion هو طبعاً HCl strong electrolyte فبداية حيصير completely dissociated into chlorion and hydronium شن نكتب هذي المعادلة as proton balance equation أول شي نحط الاكويتد أو اليساوي هذي نحطها ثاني شي نشوف ال species المتكونة ال species المتكونة من أخذ proton شنية حتكون هيدرونيوم من release of proton الخلور تكون من release of proton فهو الرليز على الجهة نحط ال species that's formed from proton consumption and on the right side نحط اللي هي formed from release of proton أيضاً هذا الشيء شن يصير بـ two molecules of water وبيناتهم هيتكون لي hydronium iron and hydroxyl iron فأول ما نكتب المعادلة نحط ال hydronium ion on the left والhydroxyl on the right واليساوي بعدين نشوف ال species المتكونة ال formid هل هي consumption or release of proton هنا هتكون عندي نكتب ال kw على التركيز ال hydronium زائد ca اللي هي total asset concentration الأحيان what is the proton balance equation when phosphoric acid is added to water أخذنا الفosphoric acid وأخذنا الايونيزاتion of it هيتكون اول species يفقد 1 proton ويتطيني H2PO4 minus بعدين الثاني سيتكون من فقد البروتون الثاني سيتكون من فقد البروتون الثاني سيتكون من فقد البروتون الثالث سيتكوني PO4 to the power minus 3 هنا يمو 43 to the power of minus 3 يعني عندي هاي الاسبيشيز ينتكوني اول ما نكون بداية نحط اليساوي ونحط الهيدرونيوم on the left side and hydroxyl on the right side بعدين نشوف الاسبيشيز هادي متكونة من شنو من اخذ البروتون او فقد هذا راح يكون يفقد البروتون من H3 الى H2 يعني نحطه on the right side ايضا هاد الاسبيشيز الثاني on the right side والاسبيشيز الثالث on the right side هنا بعدين نشوف شنو النمبر of proton هذه الاسبيشيز تصوهم من فقد كم بروتون اذا نضربه فيه واحد هذه الاسبيشيز تصوهم من فقد فقد كم بروتون من الأصلي من الأساس فقد شقد فقد 2 بروتون دل نضرب في 2 والأخير فقد كم بروتون من الأساس فقد 3 بروتون إذن ملتبلاي باي 3 الإكسامبل الآخر What is proton balance equation for disodium phosphate added to water أول شي نبدأ في disodium phosphate رح يتحلل إلى 2 sodium positive and HPO4 minus 2 ومنها يبدأ يتحلل مرة ثانية هاي مبدئيا الصوديوم رح يصير لأيونازب 2 sodium and HPO4 minus 2 هذا رح يصير لأيضن defeciation هذا إذا تذكرون إحنا أخذنا بالphosphoric acid هو amphophilic هو أمفوليت ممكن يكون ياخد H أو ممكن يفقد H إذا فقد H رح يتحول ويصير لي PO4 minus 3 تمام إذن إذا أخذ H رح يتحول إلى H2PO4 minus هذا H2PO4 minus متل ما أخذنا رح ياخد أيضا H3PO4 minus وهي هنا رح يوقف التفاعل إذن نيجي هسا نكتب شون نكتب معادلة البروتون بلانس إكويجين نحط اليساوي على الهيدرونيوم والريسايد الهيدرونيوم والريسايد الهيدروكسل آيون ونهنا اتفقناها كنا رح نكتبها بعدين هسا نيجي للاسبيشيز المتكونة طبعا الاسبيشيز ننظر إلى هاي الأخيرة يعني إحنا بداينا من نانوا اعتبار مهنانا بدايتنا مو من الديساوديوم فوسفيت من هنا بدايتنا نشوف الاسبيشيز كل واحدة تكونت هذا تكون الاسبيشيز الأول تكون من أخذ بروتون أو أخذ بروتون لا أخذ بروتون فقد بروتون وتكون بي او فور منس ثري ذلك نحطه على الرايت سايد زي الاشتو بي او فور منس فقد بروتون يعني تكون من فقد بروتون أو أخذ بروتون أخذ بروتون معنى هذي نحط on the left side الأخذ on the left side الفقد on the right side الاسبيشيز الثالث هذا أيضا أخذ بروتون نحطه in the left side هسا بعدين المرحلة الأخيرة نشوف عدد البروتون كل الاسبيشيز كم بروتون فقد كم بروتون أخذ الاسبيشيز اشتو بي او فور هنانا بروتون واحد بس من الأساسي الاسبيشيز بي او فور قد أخذ بروتون من الأساسي أخذ 2 بروتون نضربه فيه 2 بي او فور ما نص ثري شكم بروتون في او فور منس ثري شكم بروتون فقد هو بروتون واحد ذلك نضربه فيه 1 هذا الاسبيشي المعادلة كاملة من البروتون بالانس اكواجيز another example what is the proton بالانس when صوديوم اسيتيت is added to water صوديوم اسيتيت with water نكتب معادلة لازم نعرف شون يصير للا ايون 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 نكتب المعادلة حتى ورا هنكتب البروتون balance equation صوديوم اسيتيت on the water راح يتكون الى صوديوم positive and اسيتيت negative وهذا من يصير للا ايون ايون ايزيشن راح ياخد بروتون هو شو احنا السالبة اذا ياخد بروتون وزائد الOH تكون negative نحط اليساوي ونحط الهيدرون on the left side and hydroxyl ion on the right side مانا نجي للسبيش اللي هو واحد بس هنا تكون من اخذ بروتون او فقط لا هنا مباشرة هو اخذ بروتون واحد من الواتر وتكون ضربتي واحد زين فقط اخذ هيكون اخذ بروتون هيكون on the left side تمام strong acid and base اتفاقنا احنا strong acid and base هو ionized completely completely ionized to hydronium and it يعني مثلا عندنا HCl هو راح يصير لكامل ionization to chlor ion and hydron ion or hydrogen chlor and hydrogen hydrogen فلذلك تركيز الاول بداية strong acid اللي بدينا هو راح يتحول كل الى ions معناها تركيز الايونات هو مساوي للتركيز الاول لل acid or strong acid or strong base زين معناها اذا نريد نعرف شنو ال pH لها راح نقول انه هو نعقص لك اما hydron ion or تركيز الأسد اللي بداية اللي هو مساوي له الهيدرونيوم هو يساوي تركيز total acid concentration ال initially concentration while strong base while strong base be ionized completely to pH and OH ايضا ال OH هتساوي total base concentration ال initially concentration بهذا يكون تركيز ال OH ال PO H نكون ناقص log الب اللي هي ال initially concentration of the base احنا نعرف وانطيتكم اياها علاقة تربط بين ال PKW وال PH وال PO H ان ال PKW تساوي مجموحه اذا اكدر نريد نساوي calculation of the PH هيكون PKW ناقص ال PO H وال OH في حالة strong acid and base strong base OH هي تركيز P اذا كان acid فان PH هي تركيز الاول لل acid conjugated acid base pair اذا كان عندنا حالة conjugated acid base pair يعني مثلا weak acid with its conjugated base or weak base with its conjugated acid هنا اذا كان عندي weak acid with its conjugated base يعني HB بال hydronium وال water سيصير ل ionization الى hydronium and B its conjugated base بنفس السystem مثلا انا اضيف ليا في هذا السystem هيكون مثلا acetic acid وهنا صوديوم acetate هذا acetate زائد ال وال water هيصير ل ionization منطيني OH minus زائد HP وايضا قلنا ionization two molecules of water ممكن هيضا تنطيني ناتج اللي هو hydronium زائد OH من هذي ال product او هذي ال species نطلق ال proton balance equation تمام معنى منها نقدر نطلق ال hydronium ion واللي هي هاية تعتبر general equation كلش عامة منها نطلق مجموعة من ال equation اللي تفيد ني في حال اي system تكون من two acid يعني ناس الوقت two acid or weak acid strong base weak basis weak any system فما ريدكم الدخون بالاشتراقات وبالنوعية المعادلات بس نتركز على المعادلات اللي تفيد مع عمليا او نظريا في حل المسائل واللي هي نشوفها في ال اللي جاي زين اذا كان عندي solution containing only weak acid اهن انا عدي حالتي اذا كان ال concentration بالبداية much greater than hydronium يعني هو اكيد weak acid ما رح يصير لكل ionization ما رح يكون نس التركيز الhydronium هو تركيز البداية لا والاغالب انه هيكون جزء الاغالب انه هو undassociation وجزء صغير من عنده صار la ionization فاذا كان is much greater than ca is much greater than hydronium فحتكون المعادلة بهالشكل تركيز الhydronium نطبقها بنقص ka اللي هو acidity constant تحت الجدر ka تربيع زائد 4 ka ca اللي هو التركيز الhydronium حالة 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 ثانية اذا كان الhydronium is not or ca is not much greater than hydronium مو مو كلش عالي ca البداية مقارنة بال ionization يعني صار الionization بشكل لا بأس به فبهذا حكون الhydronium هو جنرالي much greater than OH اكيد وهذا شي مفترغ من عنده فالhydronium حنطبق المعادلة هاي الاخيرة وذات تذكروها هاي المعادلة احنا حصلناها من اشتقاق سابق اذا كان ionization of weak acid من هذا التركيز الhydronium نطلع الPH نقدر نسبها حالي ناخد example calculation of PH of 0.01 molar of celcilic acid which has k a matter هتكون higher celcilic acid is a weak acid فبداية هنقول انه weak acid هنشوف القوانين هذا القانون ارها القانون بداية الاسهل اللي هو اذا كان هو ionization بشكل كامل انطبق الhydronium تحت الجدر k a اللي هي موجودة وال ca هو التركيز الاولي 0.01 طلع عنا طبقه بشكل عادي تحت الجدر طبعا هذا تحت الجدر وحيساوي 3.26 عشرة منص 3 انا دانشوف الhydronium وال ca اللي هي 0.01 او واحد في عشرة اس ناقص اثنين واحد في عشرة اس ناقص اثنين هذه not not much greater than hydronium ايضا تلاحظون القيمة قريبة not much greater مو كلش اعلى منها بشكل قريب اذا كانت هذا الناتج not much greater than hydronium ايضا معناها القيمة هذه ممكن مشكوك بصحتها نعوض بالاكويجن الاولى اللي اخذناها ناقص ka زائد ka تربيع تحت الجدر زائد 4 ka ca تقسيم اثنين طلع عنا الناتج 2.7 في عشرة اس minus 3 هذا تركيز الhydronium هذه القيمة تختلف عن هاي هذه هتكون اصح نطلع ناقص log اله اللي هو الhydronium اللي طلعناه وكان pH 2.56 اذا تلاحظون pH 2.56 هو اسد وهذا يأكد انه حلك صح اذا تحل انه صح سلسلك اسد هو اسد فان pH اكيد راح تكون pH اسد اقل من 7 now اذا كان عندي solution containing only weak base the same principle نفس اللي كان be only weak acid عندي حالتين معادلة الاولى والمعادلة الثانية اذا كان cb is much greater than OH نعوض بهاي المعادلة والامور تمام اذا لا راح تضطرون انه تعوضون بالمعادلة الثانية اللي هي هاية هنطلق التركيز الح ومنها نطلق الح الح تعرفون طبعا من الح الح نطلق الح سهولة خلنا اخذ example what is the pH of the 0.0033 molar of solution cocaine base now cocaine base is a weak base basicity constant مالتح هي 2.6 to 10 of power minus 6 اول من نكون نبدي بهذه الإقواج السهلة نقول kb اللي هي basicity constant ضرب cb اللي تركيز هاي وطلع لي 9.26 9.26 10 to minus 5 وهذه حتكون يعني لا بأس بها much greater than يعني cb much greater than الحيدروكسل ايون يعني minus 3 تعتبر اعلى شوية من minus 5 so all assumptions are valid تاس p oh ناقص logarithm بتركيز ال oh ومن ها نطلع ال ph اللي هي 14 ناقص قيمة ال p oh وهذه 9.97 اذا هي قيمة ايضا صحيحة لل base هو 9.9 اذا تقدر تتأكد من حلك انه صح